أنا بحب قوي الأعداد بتاعتك وبحترمها إن هي هي دي الحقيقة الحقيقة اللي قدامك هي خالد الغندور الحقيقة اللي قدامك هي صبري هي دونجة الحقيقة اللي قدامك هي أبو الدهر هي شام حنفي الناس كلها بتحترم بعض وبتكلم مع بعض بأدب واحترام صحيح وبتكلموا عن الأجيال اللي قابلهم باحترام وتوقير وتقدير يعني مقدرين الدور اللي انت لعدتوه والملعب مش شهادة للقرى بس هو شهادة للسلوك وللأخلاق ما هو هي توارث إحنا ابنا توارث صحيح ده مفيش حد إحنا جينا من أجيال كبيرة قوي قابلنا ونماذج كبيرة قوي الزمالك بقمته بحسن حلمي بالمدرسة الكبيرة اللي صنعت أخلاقيات بعلي شارف بحمد شارفو صنعت أخلاقيات قبل ما تصنع لك يعني إيه تلعب كرة في الملعب صلعت لك فنيات في شخصيتك مش في أدائك نفس الشيء في الأهلي مدرسة كبيرة بصالح تليم بالتاريخ فإنت بتتكلم على مدرس والله كانت تربوية أخلقية رياضية صحيح لكن أنا في ألفاظ كده بتكسف أقولها ساعات كده بنلاقي عندنا همجية في التعامل عدم الاحترام عدم الاحترام دي كلمة بتستفزيني جدا إن أنا ممكن أختلف معاك عادي طبيعي إننا مغلقش فيه يعني أنا مثلا وعفوا وفي الرؤية وفي الرؤية بكلمة واحدة قد أختلف مثلا مع الحج عامل حسين قد أختلف مع اللي هو سروة سويلا لكن مختلف معهم على السعيد الإداري في منطقة كده ماينفعش أغلط فيهم طبعا ماينفعش أغلط في حاجات تانية إنت مختلف مع قرارات أو كلام بيقلوك لا يتناسب مع المنصب من وجهة نظرك بس لا مش لا يتناسب قد يكون هو وجهة نظره كده وهو عنده خلي بالك عنده حاجة مختلفة عننا هو في المطبخ صحيح فعنده مشاكله الخاصة اللي بيقدر يتكلم بس منه فبتطلع قدامنا بشكل أحيانا ما نحبهوش فبنعلق عليه لكن أنا عايز أعلق عليه ما أنت مدام مكان متطوع فيه مكان تطوعي من حقك أن أنت تتقبل النقد طبعا بس من حقك أن أنت تتقبل أن حد يتطاول عليك صحيح من حقك أقول القرار مش عاجبني لكن ما ينفعش أغلط في واحد زي الحاجة عم حسين طيب أو واحد زي اللي هو سروة سويلا